لا أهم من الجريمة سوى إخفائها إذ يرقى الكشف عنها لأولى درجات سلم العدالة ومن ذلك جاءت أهمية الصحافة الحرة سلطة الرابعة لكنها في العراق الجديد إذ صوت البندقية هو السائد لم تجد لها مكانا بين السلطات المئة التي تحكم البلاد فأضحت هي نفسها ضحية بعد أن كانت تحاول تشخيص المذنب سنوات دامية مرت على الصحافة في العراق عقب الاحتلال الأمريكي امتازت بضريبة دم باهضة وصلت لأكثر من 277 صحافيا وإعلاميا لقوحت فهم في غضون 18 عاما من عمر الاحتلال وفيما بعد لم تختلف الأمور كثيرا فتراوحت محددات العمل الصحافي في العراق بين القتل والتهديد والاعتقال لكل من يكشف حقيقة أو يشخص خللا أو يفتح ملف فساد أحدث حلقات تدهور حرية الصحافة في العراق ما حصل في أثناء وبعد ثورة تشرين إذ كثفت آلة القمع الحكومية من حملتها على الصحفيين أشخاص ومؤسسات ونال آخرون نصيبهم من القمع معاد الحرب والسلام البريطاني قال إن حرية الصحافة في العراق تدهورت أكثر بعد ثورة تشرين ولسيما مع رد الفعل العنيف على الجهود الإعلامية لمتابعة موجة التظاهرات المناهضة للحكومة في شهر تشرين الأول عام 2019 ونقل التقرير للمعهد عن إعلاميين ومديرين لمحطات إذاعية قولهم إن الحريات المكتسبة بشق الأنفس معرضة للخطر إذا حاولوا محاسبة السياسيين والمسؤولين وأن الإعلاميين يخشون معالجة قضايا الفساد وإخفاق الحكومة ويعدون ذلك عملاً محفوفاً بالمخاطر إذا لم يكونوا مدعومين من حزب سياسي إحصائية لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة واثقت ثلاثمائة وخمسة انتهاكات في جميع أنحاء العراق عام 2020 تراوحت بين الاغتيالات والاعتقالات إلى مصادرة المعدات وأغلاق المؤسسات الأعلامية وارتبطت معظم هذه الأحداث بالتظاهرات المناهضة للحكومة والأحزاب الفاسدة